بسم الله الرحمن الرحيم لو أعدنا نفرد لكرة طائرة سواء رجال والسيدات حلقات وحلقات الحقيقة مش هنجيهم حقهم سواء الأرقام الفرحة الانتصارات هم يستحقوا كده هيكون معنا النهاردة صفقتين ضمهم أو يعتبر صفقة جديدة وتجديد للعب الحقيقة اتنين من نجوم كرة طائرة محمد عصران جاء منتقلا من طراء الجيش في صفقة انتقال حر مضى مع النادي الأهل مبارح أربع سنوات هيكون معنا في الفقرة التانية ويكون معنا كمان نجم من نجوم الفريق اللي بقى له الحقيقة عشر سنين مع الفريق كسب فيه مطلات كتيرة جدا عقده انتهى مضى بدون أي شرط أو قيد مضى على بياض للنادي الأهل وده اللي أكيد هو كابتن رقوف عبدالقادر هنقول الكلام ده في الأخبار وهيكونوا معنا أكيد كابتن عبدالحليم عبه كابتن عبدالحليم مش محتاج أتكلم عنه مش محتاج أتكلم عن أداءه مش محتاج أتكلم عن مهمة وجوده مع الفرقة الدفين دول هيكونوا معنا في الفقرة التانية هنتكلم عن أكيد كواليس تجديد معهم أو التعاقد معهم هنقول لكم أمور كتيرة تخص كمان فريق الكرة الطائرة لأن الحقيقة محتاجين تدعمات ومحتاجين أكيد شغلة عشان نحافظ على المجهود أو المستوى اللي وسلمنا له في البداية طبعا قبل ما ابتدع محتوى الحلقة بحب بارك أكيد لفريق الكرة بالنادي الأهلي بارك لجمهور النادي الأهلي واللعبين والجهاز الفني والطبي والإدارة بارك للمجلس إدارة النادي الأهلي بلاسة كابتر محمود الخطيب بارك للجمهور بارك لأنفسنا الفوز مبارحة للتراجي 3-0 في مجموعة المطشين 4-0 ويتأهلنا عشان نلعب نهاي أفريقيا للسنة الثانية على التوالي طبعا يوم 17-7 كل الكلام ده حضراتكم أعرفين وكل الكلام ده طبعا أكيد بيسعدنا ولكن الحقيقة أنا دائما أبدا بيكون لي رؤية وبعض أفكر ويعني زي ما تقوله أحل الأحداث طبعا نجمنا في الستوديو التحليل مع كابتر عيمان شوقي قالوا كثيرا على الأمور الفنية ولكن أنا بيهمني أمور يعني من منطلق أو من منظور آخر أمور يعني يتخليني دائما متفاعل ودائما شايف المكسب ده حتة تالي أولا المستقبل للفريق مستقبل للفريق إحنا كلعبين مصريين أو لعبين أجانب متوسط الأعمار الحمد لله صغير عندنا مجموعة من اللعبين يمتازوا بالصغر السن ومن المستقبل الكبير وفي سنهم الزغير دول خدوا خبرات كتيرة فده إن شاء الله إن شاء الله يا رب يبعد عنا الإصابات ده جيل يعني إن شاء الله عمره الزغير والخبرات اكتسبها صغيرا هتدي له فرصة الاستمرارية كمان نوعية اللعيبة الأجانب اللي عندنا اللعيبة الأجانب اللي عندنا سواء بدر بنون سواء أجيي سواء ديانج سواء علي معلول لعيبة شخصياتهم طليق بشخصيات النادي الأهلي لعيبة داخلة في سيستم وكيان النادي الأهلي فإذا كلعيبة مصرية وأجانب لحقيقة مستقبل حلو أنا مبرح بتفرج قدم أنا فرحان بالنتيجة وفرحان بالأداء فرحان بالمستقبل إن أنا هتمتع بالفرق دي إن شاء الله يا رب سنين وسنين حاجة تانية عندنا كابتن فريق قدوة بجد كابتن الشناوي قدوة قدوة بش بس الفريق كورت القدم قدوة لكل كباتن الفرق في النادي في الألعاب الأخرى كابتن محمد الشناوي بيطبق النظام والاحترام والأدب وكله على نفسه الأول والتزامه وروحه على نفسه الأول وبالتالي هو أصبح كابتن وقدوة مش عايز أتكلم في نمازك قبل كده ولكن محمد الشناوي خد مكانه ككابتن وقدوة وأسطورة من أساطير النادي الأحلي اشتركوا في القناة